اهلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين مع اولى حلقات برنامجنا محور اهتمام النهاردة برنامجنا حلقاتنا تكون مميزة جدا بنستضيف فيها شخصيتين سمعنا عنهم قبل ما نتقابل معهم رجل الاعمال تامر فريد سيدة الاعمال حنان كامل وقصة كفاح كانت ننتجتها نجاح قوي واسم كبير وارادة وعظيمة ودرسها نتعلمه ونعلمه شبابنا اللي هم مش عندهم الطاقة ان هم يكملوا حتى لو مروا بأزمات أستاذ تامر أهلا وسهلا بحضرتك نورتنا أهلا وسهلا بكي نورتك الكونناة كلها دلوقتي نعايزة أسألك حضرتك في مجالة صناعة والتجارة طبعا احنا ما شاء الله سرتك وصلت لنا فلزلك انا قصرت ان اول حلقة لازم الناس تتعرف عليك بدأت ازاي وهل بداية التجربة دي كانت وراسة مثلا انك انت تشتغل في مجال الملابس الجاهزة كتصنيع وتسويق ولا دي حاجة كتسبتها في سنين معينة في حياتك احكي لنا قصة بدايتك كانت ازاي وبسم الله الرحمن الرحيم حضرتك انا معايا لصنص حقوق وده اصلا مجال والدي والدي خيب رفيق وقسة جدا وكان فاتح مصنع عميس من ضمن ان هو مصنع عميس وانا كنت بساعد والدي فحبيت ان انا يقول لي حاجة خاصة يعني وراسة افضل عن جد مش حاجة مكتسبة جديدة لا لا هي وراسة ومن سنين كتير ده عكس خالص الشهادة يعني عكس خالص الدراسة ما لهاش علاقة بالشهادة هو يعني انا حابب المجال وحابب ان انا يعني اتفوق فيه تتمل فيه وحابب ان انا ابدع فيه فعشان كده انا انشكت بايد عن والدي وفتحت الاول مصنع بانطلون بعد كده ربنا قرمني وبقت شركة بانطلون تميزتي فيه ممتاز يعني اصلا معظم دلوقتي يعني التجار او هم اللي عندهم مصانع او لا مش اللي عندهم مصانع معظم التجار بيستسهلوا وبيجيبوا الخامات من برا او بيجيبوا يعني الموديلات من برا فانت حبيت ان انت بقى تبدأ اهم من الصفر هو دايما احنا عندنا في السوق المصري عقدة الخواج لكن من فضل الله فيه مصانع كويسة جدا في مصر وفيه كوالة كويس جدا وفيه مسابغ على مستوى عالي جدا وفيه خامات وشركات جوه البلد على مستوى عالي جدا فاحنا ليه منشجعش الصناعة المصرية والمنتج المصري انا يعني من خلال ان انا بسافر برا بسافر في عمرة بسافر في اي بلد فيه صنعة في مصر كتير جدا فلازم نشجع الصناعة بتاعت مصر وشباب بتاعت مصر لان انا يعني اعرف ان نسبة الشباب اللي بيشتروا الحاجات المستوردة الملابس المستوردة وصل 87% يعني ده نسبة كبيرة يعني ده معناها ان كل متجه انه يجيب حاجات كلها صناعات من برا ما حدش فكر يبص الحدد ان هو يشجع صناعة برد او يشتري حاجة ويكون بثقة ان الحاجة تأتي اكويسة زي بالضبط برا معا ان انا المفروض اللي عرفه ان احنا اللي بنصدر القطن والقماش والماتيريالز كله وفي الاخر بيرجعينا بتصميمات معاينة او ببراند واسعار رهيبة بالضبط احنا شكلا وموضوعا مميزين في تصدير القماش وطبعا البلد مشهورة بالخمات وبالقطن وبالجودة فهي بالتالي بتصدر وبترجع لنا تاني فهل مثلا من المعقول ان يبقى المستورد بينافس المصري هو الراجل المستورد او الدول اللي احنا بنجيب منها دي عندها فكر واحنا ما عندناش فكر عندها اداء واحنا ما عندناش اداء لا بالتأكيد احنا الكوالة بتاعنا والديزاين بتاعنا افضل واقوى على اقل يعني شكلا وموضوعا احنا عارفين السوق المصري متطلباته ايه بالظبط ايه المطلوب بالنسبة لفكر الشباب للبس الشباب للديزاين بتاع الشباب من فضل الله اولا واخيرا ان احنا نشجع الصناعة المصرية لا او بصراحة فعلا يعني انا انا بصراحة مبورة احنا بدأت من السفر واكتحمت حدد انك انت اصلا تمفصل عن والدك في انك تحدد انت عايز تعمل ايه ودي الوحدة اصلا يعني برضو جرأة او او هو حضرتك مخاطرة انا حابب المجال وفاهمه كواس جدا فعشان كده يعني انا ببدع فيه واشئيت وقابلني صعوبات كتير وفيه مثلا الازمة الاقتصادية اللي حصلت في البلد ديت كان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو كان واضح وصريح يعني هو كان واضح وصريح معنا قال يعني ايه ان احنا هنتعب هنتعب وهنشأ وهنشتغل وعشان نبني بلدنا صح حرك نتابع فعلا صح وفعلا يعني قريدي هو الريس شغال وشغال بقوة فعلا والمفروض ان احنا نشجع الريس ونقف في ظهره لحد يعني خرطة الطريق اللي هو قال عليها والمشاريع ما يبقى لها يعني سمار باذن اللي هو بكله بالصبر من فضل اللي فيعني حضرتك المفروض ان الشباب تجتهد بجد يعني وتحاول واكيد هيقابله صعوبات يحاول تاني اكيد هيقابله صعوبات يحاول تاني حالستا كمان في اخر الحلقة هنسألك ايه نصيح هتوجهه الشباب بس احنا نس أستاذا حنين اه نحاك في الزايد انت بقى انا عرف ان في صورات قربة بينكم كمان عشان كده انتو يعني النفس المجال اشتركت فيه وكبرته وكده كلميني لما حصلت ازمة اقتصادية لما كل الناس بقى تستسلم كله مش عارف يكمل انتو عملتو ايه ماستسلمنيش انا الاخبار واسطة خالص كان في صعوبات مش عاجة اقولك جمدة والحمد الله كان في صعوبات جمدة جدا يا دين بس هو بخبرته انا اكتسبت من خبرته كتير جدا انه يعتبر مجالس الملابس ده بالزاد جديد علي ايو ايو تمام يعني يعتبر لسه ايه بدأ فيه فالحمد الله بفضل الله تعالى ثم الاساس تامير تكسبني خبرة حلوة قوي في مجال البنطلون والبلابس يعني ممكن هو بقاله ممكن 30 سنة فيه ما شاء الله انا لسه مثلا معاه 6 سنين او 5 سنين بس لحمد الله اصر عليك المسافة جدا لا 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 اصر عليك المسافة جدا اه ادتك الخبرة 30 سنة وغير ما هو مصنع او تاجر خبرة في المجال ده قوي انا اسمع ان هو كمان ديزاين بيصمم بيصمم بس برضو الخبرة كان لابد منها اه طبعا يعني دي كان اساس معانا غير ما انت دخل في مجال مش حافة فيه اي حاجة في اي حاجة لأ الحمد الله كان في ظهر جامد وخبرته بقلدته انا عملي شفت مصنع وتاجر في نفس الوقت عند الخبرة جامدة في غسطة البنطلون وفي الفكر الجامد ده يعني الحمد الله بالخبرة دي اتعدينا الصعبات اللي نتكلم عليها هو احسن حاجة كمان يعني فكرتوا فيها حتة ان انتوا قصدتوا عودة الخواجة دي لان الموضوع دوت عمل اوه مليعة اماما قالك انا صنع قالك طب انا صنع ايه مش هو لما اصنع قلت اصنع الايميكانيات موجودة اتخذت تكررع وطول ما اترددتش يعني الايميكانيات موجودة في المصنع اوه اللي عمالة بنشجع كمان الشباب والعمالة المصرية طب احنا مثلا ده نصدر ده نستورد ده نستورد طب وبعدين وانشان بتروح فيه فهمين المصنع يتفتح والرئيس كمان شجع ان المصنع تتفتح ونشجع الكوة البشرية اللي هي الشباب نعينها حتى على المعيشة يشوفي مثلا لو كان مصنع يتفتح والحمد لله شابه يشتعله فيه هيفتحوا بيوت كتير تمام ونلغي خالص من دماغ الشباب حكاية العودة الخواجة دي ده احنا بنصنع حلو جدا وفيه فكر هنا واداء حلو قوي قوي وفيه شباب على فكر عندها فكر كويس جدا عايزة اللي يشجعها عايزة اللي يشجعها ويدعمها اكيد صح والشباب برضو لازم عايزة ارادة وعايزة كوة وعايزة صبر نتعلم شبابة عن الارادة والعزيمة ان انت اصلا المراحلة دي بيبعليك كده انك انت اكتر حد وقف بتاعة الازمة دي وبقاتي تقولي مش مهم انا احطي من جيبي اعمل بس اكمل ونكمل الدنيا وتمشي عشان ما بدل ما الناس تحبطوا كانش يفعنا تراجع ما كانش يفعنا تراجع ايو احطراجعت ما تروحي في لا لازم نتكمل صح لازم تكملي وتخطي صعبات لو الشباب تفكر في الكلام ده تحدقيني مش هيبقى فيه ازمة اقتصادية خالص الحمد لله استاذ تامر بخصوص بقى الفترة المرحلة اللي انت وصلت في الليها دلوقتي هل بس انت اكتفيت بانك انت عندك مصانع ومكاتب بتوزع منها او فروع في مصر كلها انا اعرف كده طب هل ما فكرتش انك انت تصدر برا مصر انك انت معتمد يعني انت ماسك زيان كل حاجة في الكواراتي في الخامة نفسها تقدر تجيب احسن خامة من ان احنا اصلا الخامات بتطلع من عندنا وعندك الايدي العاملة يعني المصنوع عندك كل حاجة فما فكرتش ان انت تصدر برا لا طبعا اكيد فكرت او بس يعني كل واحد فينا بيبقى لي ليك خطة يعني بتقماش عليها او خطة عمل يعني انت عايز بستدراسة فيها فكل حاجة بتيجي في الايه في الوقت المناسب او يعني انا من فضل الله بفتح دلوقتي داتة محلات بتساعد معي في المصنع وبفتح مكتب جملة يبقى من فاسبيع او غير الحروف للقاط انت رح لكم تفتحوا لسا او اكيد حطة التصدير ديت او من فضل الله يعني في الطريق من فضل الله يعني بإذن الله كل شيء قولي قوي بإذن الله من فضل الله طي ما فكرتش تدخلي في مجال للسيدات بانترون بس او او ده الصراحة اللي اكتسبت فيه خبرة كويسة وحبيت المجال كمان او لأ حبيت المجال ده قوي ولقيت فيه مدعة كويسة قوي 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 النجاح على فكرة دينا طعم جميل بس بايه بالإسرار والعزيمة والعزيمة او نافذة كده عن طعم النجاح طعم النجاح بعد الصعوبات دي طعم نجاح اللو قوي كويس بس والإسرار والعزيمة طبعا أم حاجة التوفيق من عند ربنا طبعا لأن الأيام اللي فاتت دي كانت صعبة والحمد لله هنكمل واي شباب دلوقت محبتي لأ كمله اللي جاي أحسن بإذن الله الرئيس السيسة على فكرة بيعمل مشاريع حلوة قوي 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 دينا يعني في خلال ربع سنين 11 ألف مشروع تنقيب عن الغاز طبعا مرات دي حاجة كويسة طب ماشي اصبره هو الموضوع بس تعالي صبر عاي صبر يعني لو صبرنا هنلاقي أحسن بإذن الله هنلاقي اكتصاد بلدنا بيعلى بناء عليه التجهور سواء المصنعين واللي عندهم خبرة تمسكوا بالإرادة والعزيمة هيعملوا ما ينفعش إيدي وحده اللي متسقفش ما ينفعش هو يعمل لوحده لازم كلين ندقى معاه المفروض صح والصبر وبعدين صح صح وقال لي هنلاقي المسيز هننكح لشعر وحده من غير نحن يكون عندنا إصرار وعزيمة وإرادة ويكون عندك هدف الشباب بتلاقي معظم الشباب دلوقتي مفيش هدف عندهم لا خلي عندك هدف وحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة هتلاقي ربنا أكيد إن شاء الله هي عدلة الحمد لله يعني ايه النصيحة اللي انتو بتوجهوها للشباب اللي هو الآن إن هو يدخل في أي مشروع أو أي مجال أو خايف يخسر لأن في ناس عندهم الفوبيت الفشل يعني عندهم عودة الفشل يخافوا يفشلوا خلاص الدنيا عندهم تضيع عندهم تبوز ولازم أكيد كان ليك برضو صعوبات صح دروبات عندك أكيد حصل عندك برضو سقطت في حياتك العملية بالتأكيد يعني الحمد لله من فضل الله أنا طلقت السلم من الأول درجة وأكيد قابلتني صعوبات ومن فضل الله إن أنا تغلبت عليها وكان عندي إسرار وعزيمة وإرادة من فضل الله إن أنا أكمل تفيس وقال بقى تفضل كان إيه رأي الوالد لما أنت حبيت أنت نشك عنه أصلا أي أب بعايز ابنه إزاي ما هو والله هو حضرتك الوالد يعني ديمقراطي يعني شجعك ولا سبك أنت لوحدك قالك وراحتك أنت مع نفسك كامل لا 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 بالعكس هو شجعني وما زال لحد دلوقتي بيشجعني والله وأنا شخصيا اكتسبت من الوالد خبرة ببيرة جدا 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 في المجال بتاعي يعني من فضل الله إن والدي دماغه كويسة جدا وعنده تطلعات تمام ودايما كان بيدعمني وما زال لحد دلوقتي بيدعمني أو عشان كده حضرتك كاملت فعلا وما خفتش أو ما قلقتش من منك أنت تتراجع أو تفشل أو كده هي المهنة أو المجال يعني إحنا فيه نعتبر زي ما بيقولوا كده قبنعا جدا أو راسع فوالدي عنده خبرة كويسة جدا في المجال وهو دعمني وداني فرستي إن أنا عن شك واخد مجال تصنيع البنطلون الجنسي في مصر يعني البنطلون الجنسي حاجة ما بيختلفش عليها اثنين كله بيطفق عليها يعني ما بتبطلش أصلا بالضبط هو كمودة في السوق المصري يعني شكلا وموضوعا لازم نبقى واخدين بالنا بس هو الشباب طالب إيه بالضبط بالضبط الديزاين اللي هو طالبه الألوان اللي هو طالبها وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أنا عمي بالله هون هزيزي حنان حاببتي بصي هقولك حاجة قولي أعليستك عشان نسمعك كده عشان لست استفيد كمين أكيد طبعا بس هقولك حاجة في مجالنا ده غير الصعوبات وغير اللي إحنا شوفناه كان هدفنا حاجة واحد نحن نعلا نحن نكبر مشروعنا مش هايز أقولك كان في إحباطات كتير قدامنا ما كتفتوش إن انتو مثلا تقبس مصنع تصنعه وغيركو بقى ياخده هو يسوق ويوزع ويبقى ناس تانية تشتغل على كده لأول عالمك كان في إحباط جامد معنا من مين بقى هل مثلا من ناس قولي بيلي يكون أعداء النجاح كتير أه دي أحيئة صح أعداء النجاح كتير فإحنا عملنا إيه أجدوا حوالكم بكتمان نعمل الحاجة خطط لها وأهم من كل دراسة جد وصح دراسة جد وصح وإدارة أنا عارف أنت تنظيم وإدارة جبارة جبارة يعني أنت يعني بعد ربنا استمر طبعا للنجاح اللي أنت وصلتونا بصراحة خبرة أنت أنا فعلا من دماغي الله أكبر يعني سمتك سواقي رب نخلي كدينا مرسي يا حبيب تنظيم دراسة جد وصح كتمان كتمان صح عشان خطر عداء النجاح لا هتنجحي وهتوصلي ما اكتفناش فيه كمان مخاططات لنا الحمد لله إن شاء الله تكتلوا الجملة عايزين براف طب اللي من تاني أب هقولك حاجة مصنع تصنيع بانطلون مع سلسلة محلات إيه المشكلة ما نعملش مكتب جد أنتو خطوها بقى بالرحل المسكين كل نقطة مرحلة مرحلة تخلصوا دي تخشوا بدي بحس أنتو تبقوا عندكو اكتفاء ذاتي كل شيء لازم يبقى ليه خطة كل شيء يعني أو كل مشروع بالتأكيد لازم يبقى ليه خطة بتدرسي إيجابياته بتدرسي سلبياته يعني العزيمة والإرادة لازم تصممي عشان فيه هدف لازم توصليه لازم تحقق بالضبط بالضبط والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله أنت عافع خد بالك احنا لسه لقد الوقت بندفع احنا لسه العقل اللي احنا نعنو ده ما كاش لسه عائد لا بستنيك زي ما مشاريع كتير في مصر الناس بستني العقل بتاعها وليس بقول هدب اللي بستبر يعني بس في هدف وفي نفس الشباب نفس الشباب بجد الصحي بعد الشباب بجد يعني قدام الكاميرا عشان الصبر ودراسك كويسة جدا انتوا فعلا نموذج مبارك جدا بجد لأي حد فعلا يعرفكم ويعرف بياداته دي فأنا فعلا أتمنى أن نصيحتك توصل لكل الناس ويعملوا بيها بلاش يسمعوا الناس اللي بتحبط خالص ناس سلبين دي جامدة قطرة قوي قوي وعداء النجاح لا 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 يمتصوا منك الطاقة الإجابية الإجابية ويديكي مكان الطاقة سلبية لا خالص ما تسمعوش أي كلام ده خليكوا هدف خلي روحك المنوية مرتفعة جدا كلامي موجه للشباب ويكون عندك إرادة وهدف في الحياة هتوصل فيه صعبات آه هتقابلها آه نموذج مثالي للشباب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة